الكتاب المقدس الكتاب المقدس يتكلم أن شر الإنسان زاد بشكل فضيع لدرجة أن كل تصور فكري يعني من القلب تخرج الأفكار الشريرة أنه صار في الـ DNA من جوه وخلاص الجبل والخطيئة استشرت وتفشت في حياة الإنسان لدرجة أن الله أمر بإهلاك الإنسان ممكن تخذنا في هذا الرحلة تحكي عن ما قبل الطفان طبعاً ده شيء مهم قوي أنا عايز أشرح الحكاية دي في حاجة اسمها Seven Seas of History أو السبع حلقات اللي بتحكي تاريخ البشرية فزي ما نشوف على الشاشة قدامنا أول حاجة هي الخلق المعجزي اللي صنع الله في ستة أيام الخليقة وبعد كده الفساد اللي دخل إلى العالم بالخطيئة لما الله أعطى حرية الإرادة للإنسان وآدم وحواء عصوا الرب وقرروا أن هم اللي يحطوا قوانين مش هاخضعوا لله مرة تانية وكانت النتيجة أنه دخل الموت والفساد إلى العالم بعد حوالي 1600 سنة من خليقة آدم جاء الطفان وده بنسميه الكارثة العالمية اللي أثرت على كل طبقات الأرض وكان طفان عالمي زي ما هنؤكد بعد شوية واستمرت 371 يوم مش بس 40 يوم و40 ليلة من المطر صحيح كان فيه 40 يوم و40 ليلة من المطر لكن انفجرت ينابيع الغمر العظيم وتفككت القشرة الأرضية وارتفعت المياه ارتفاعا متواليا 150 يوم واخدت حوالي 150 يوم عشان تنخفض وكانت الأرض صوفت طرية فما طلعش على طول وبعد كده البشر بعد الطفان استمرت الخطيئة على فكرة الطفان ما كانش هيقضي على الخطيئة هو بيعاقب الخطيئة وبيعطي فرصة للنجاة من خلال الفلك نعم بعد كده الشعوب كلها تجمعت في أرض شنعار وحبوا يتمردوا على الله مرة تانية ببناء البرج برج بابل وفي البرج ده كانوا عايزين يعبدوا الأصنام على قمة هذا البرج فهو برضو حيود عن الله مرة تانية الرب وعد أنه مش هيدمر الأرض بطفان عالمي فكانت العقوبة المرادة هو تشتت الألسنة والمجموعات البشرية التي تحركت من أرض شنعار وبعد كده جاء الرب يسوع المسيح المخلص من حوالي 2000 سنة وده كان الوعد اللي الله عطاه في تكوين أصحح 3 عدد 15 لما قال لأدم وحواء بعد السقوط أنه نسل المرأة سيسحق رأس الحية فجاء الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا وبعدين ذهب إلى الصليب عشان يدفع تمن خطياتنا وبعدين نحن ننتظر سماء جديدة وأرض جديدة أنا حبيت أحط بس هذا التلخيص طبعا لكل الكتاب لكل الكتاب عشان نشوف موقع الطفان يقع فيه تمام؟ فموقع الطفان يقع في الجزء الثالث وهو بعد الخليقة الكاملة اللي ما فيه خطية دخول الخطية إلى العالم بحوالي 1600 سنة كانت طفان موسيقى 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 موسيقى